السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكو كل اخواتي وحبيبي وكل محبين وصفات رهيبة معرشة. اخبركم ايه امرات يا رب تكونوا بخير دايما وبصحة وسعادة وهنا. لو اول مرة تشوفونا ما تنسوش اللايك يا امرات والاشتراك في القناة علشان عيلتنا تكبر بي. هنصلى على نبي محمد صلى الله عليه وسلم ونتكلم عن الوصفة بتاعة النهارة. في الفترة اخيرة بما اننا ما شاء الله خلاص عدينا الوحش. بقى اينا عملنا صابون بلد اللي هو الوحش خلاص. وعملنا مع بعض الوحش وكريم للشعر وخلاص بقيت القناة ولها يعني وصلنا للطب والله الحمد. فما كانش ينفع ان احنا ما نعملش الوصفة دي النهاردة. وخصوصا لان الوصفة دي تعتبر لكل حاجة. كل حاجة زي ايه راشا? ليه التفتيح يا قلب لو انت عندك بقعدكنا جدا عندك حروق شمس عندك اسمرار عندك كلف كل ده هتشلهولك هتمسحه كده بقى عندك ندبات عندك اصار خياطة والدى قيصاري جرح ببطنك اتخيطي اي حاجة كل ده هتشلهولك. عندك ندبات عندك مسام واسعة عندك خفر في وشك عندك حب شباب كل ده هتشلهولك. بشرتك جفة بشرتك مش نعمة كل ده هترجعولك. تجعيد عندك حطوط رفيعة كل ده هتشلهولك. هالات كل حاجة ممكن تتخيلها ودلوقتي هتشوف المكونات فهتعرف ان هو فعلا حاجة امر. الفيديو النهاردة طويل شوية معلش شغاز بنعني لكن كل كلمة هقولها مهمة جدا. اللي هتحس ان الفيديو طويل تجريه او تقفله خالص. لان فعلا كل كلمة النهاردة من الحاجات الرهيبة جدا يعني اللي هو ايه? يعني انت خلاص كده هتاخد الفيديو ده اللي هو خلاص كده. ده كده لفل الوحش في التجعيد في التفتيح في الكلف وزي ما قلنا. تمام? تمام. بص يا نور عيني. من سنة كده تقريبا كنت انا بعمل زبدة الشيعة هتلاقيت رؤيتها عندك على القناة. فكان وانا بعملها بعيد عنك كده بنعملها على النار با بنجيب شمع العسل بنسياحه وحاجات كده فوانا بسياحه على النار. فخلصت بسرعة فروح تخطفه البطرامون زي ما ايه حد بيعمله. فوانا بعمل كده فراح البطرامون ساحة على ايدي كانت جودته طبعا مش حلوة بطرامون بلاستيك فراح ساحة على ايدي فراحت ايدي ساعتها تحرقت. كل ده موجود عندكم في الفيديو لو رجحتوا للفيديو بتاع زبدة ايه? تمام? تمام. وجيه وصل ان الجلد بتاع ايدي مش عارفة كم صوباعي ده تقريبا وراحت الجلد ده تشال كده. حتى انا هتلاقي فيديو بعديها كنت طالعة طمينكم على ايدي جالت علاقات قد كده يا رشاة طبعا املا ايه طب طمينين انا عملا ايه? وزاعدتها كنت طالعة لا كان ايدي متشالة. المهم بعدها باسبوح تقريبا او بعشرة ايام كنت انا رايحة في مصر الجديدة اللي انا كنت اعمل لكم منه الوصفة اللي هي بتاعت اقوى علاج للتشقوقات وللحاجات دي هتلاقيها هناك على قناة وصفة وتركيبة قناتنا التانية. المهم فهناك بقول لهم يعني على الجرح ده وكده فقالولي ده فيه زيت. اسمه زيت الدهب ده رهيب جدا مجرد ما تحبتيه بصي هيخفي كل الخروق دي في اسبوع مش هتكملي اسبوع كمان. وسعدت في الفيديو اللي انا كنت عامل لكم بتاع زيت الدهب كانت ايزازة مراكو شكلها حاجة قدي كده يعني حاجة نونه جدا مش الازازة اللي احنا بنشتريها مسلا الحجم ده لأ خالص يعني كانت في الفيديو لو انتم فاكرين الناس اللي كانت معنا في القناة من قبل كده حاجة كده تفاهمة? وكانت ساعتها بمتين جنيه. المهم فالفضول جنني ازازة ايدي اللي بمتين جنيه بقى مولودة كده مهم فاجتتها فايه وديتها لحد متخصص في الاحشاب وفي الحاجات دي يعرفني المكونات بتاعتها عبارة عن ايه? وكانت المكونات بتاعتها كالتالي. ركز معيها. قال لي اول حاجة موجودة فيها وهي الزعفران. الزعفران يا غالية بيبقى بالشكل ده كده. ده زي ما انت شايفها. بصوا خديلي دي كده سكرين لو انت حابة. اسمه زعفران ازباني اصلي. بيجي في علبة كده يعني دي بتبقى متغلفة كده في قلب ورقة لونها احمر. تمام? العلبة دي زي ما كلمتوكو قبل كده وهرجع اتكلم تاني للمرة الخمسين لان الكلمتين بتوكيل العلبة دي مهمة جدا. العلبة دي يوم ما اشتريتها من سنة كنت مشتريها بعشرة جنيه. وقلت لكم يا امرات لما تيجوا تشتروها اشتروها بالسعر ده ما تجيبوهاش اغلى من كده. انا جايبيها بعشرة. فيها جرام ونص بالزغط. لان طبعا كلنا عارفين ان الزعفران بيعدي العشر تلاف والخمستاشر الف وحاجات كده. تمام? فجيت قلت لكم انا جايبيها بعشرة. فلاقيت ناس في التعليقات قالوا يا راشا عشرة ايه دي احنا لقناها في فتحالة اللي عندنا في اسكندرية آآ بتبايع بمية جنيه. وناس تانية قالوا يا راشا عفكرة احنا جبناها بسبعة زيها بالزبط. وناس قالوا احنا جبناها بخمسة يا راشا وبردو نفسها بالزبط. فاطلحت لكم بعدها في فيديو. قلت لكم لما تيجوا تشتروا حاجة جدعان من اي مكان. الناس اللي بتقول لا ده الاسعار مختلفة. حضرتك اسأل بتهرج. فحضرتك في اي حاجة بتشتريها اسأل في محل واثنين وتلاتة. تمام كده? تمام كده. فدي انا كنت جايبها من سنة. ساعة ما كنت اعمل لكم فيديو بتاع زيت الدهب بعشرة. دلوقتي مسلا قولي لو غليب بالكتير قوي هتبقى مسلا قولي بخمستاشر تلاتاشر يعني في ايه ماشيين في السكة دي فهمتوا عليا? تمام كده. طبعا الزحفران في انواع منه كتير جدا. وفي انواع اغلى من كده بكتير. بس هو الاسباني ده حل وشغال. تمام? وسعره يختبر مهاود ولطيف جدا. فقال لي ان الزيت اللي انت مشتريها دوت عبارة عن زحفران. تمام? طب ليه عم الزحفران كده شوية زحفران دول وكده? قال لي اول اين الزحفران دوت? هحبت لي في سكرينات دلوقتي معروف انه هو حاجة كده بيرمم الجلد. او بيرمم خلايا البشرة. فبالتالي انا لما كان عندي حرق في ايدي. تمام? ويراح طبعا الانسجة محروقة. فانا عايز ارممها تاني من اول وجديد. فهو بيرمم معي خلايا الجلد. كذلك لما يكون يا غالية عندك مسلا بقعدكنة. عندك رؤوس سودة. عندك مسام واسعة. كل ده اصلا جلد يعني كل ده كده خلايا بشرة متضمرة. ندبات حبوب. كل ده هو بيشلولك. نفس الكلام بيشيل برضو معاك البكتيريا اللي موجودة ببشرتك. بفرض انك انت مسلا عندك حب شباب او اجزيمة او حاجة ببشرتك. فهو بيشلك الالتهابات والبكتيريا اللي موجودة في البشرة دي. في حاجة حلوة او بتميزه عن اي حاجة تانية انه هو يا غالية كمان بيحميك من اشاعة الشمس. وخصوصا لو انت ممكن يعني ممكن تستخدميه زي يواقي شمس كده وتحطيه وتنزلي بيه فبرضو بيحميك من اشاعة الشمس الضرة. تمام كده? بيدي البشرتك رطوبة رهيبة جدا وطبعا دي حاجة احنا عاوزينها لان احنا كمان دخليني على الشتاء. زي ما قلتلك بيجدد خلايا البشرة فبالتالي لو انا عندي ندبات عندي اي خفر في وشي عندي اي مسام واسعة هيرجع لي بشريتي تاني بالزبط زي بشرة البيبي. تمام كده يا امراض? فقلنا ان هو بيشيل البقى عدتنا. بيشد معانا التجعيد. ليه يا راشا? فيه حاجات الامر دي برضو. لان هو يا قلبي اصلا فيه مضادات اكسادة بكميات طبعا. فبالتالي بيحفز الكولاجين. فبالتالي حاجة كده امر. تمام? فقال لي ان اول مكون موجود في الزيت اللي انا اشتريته كان هو الزعف رو. حلو كده? حلو كده. معلشت الفيديو هنطوله شوية بس كل كلمة بقولها مهم. قال لي تاني مكون في الزيت خلطينه بايه بقى يا عم قال لي خلطينه بزيت الججوبة. طب مش معنى الزيت ده? وطبعا بقى فتحوا وشموا وقربوا وعرف ايه الدنيا ايه? مش معنى الزيت ده يعني بالزيت ما فيه خمسين زيت امر عما جره في زيت الورد وفي زيت اللوز المر. قال لك لان زيت الججوبة ده زيت رقم واحد. عما جره? بيشبه الزيت اللي بتفرزه البشرة. طبعا بشرتنا كده بتفرز زي دهون او زيوت. الزيت الوحيد اللي موجود اللي بيشبه نفس الزيت اللي بشرتنا بتفرزه هو زيت الججوبة. طبعا رهيب جدا برضو كلنا عارفين للبشرة وحاجة كده سوفت وترتيب وحاجة امر وكلنا عارفين. فكان اللي انا مشتريها عبارة عن شوية من زيت الججوبة وعليهم شوية من الزعفراء. تمام كده يا امراض? تمام كده. هي دي كانت هي دي الازازة اللي انا مشتريها. بالفعل اخدتها. حطتها على ايدي. كان كل الجلد ده متاكل. كل ده هتلاقوها عندكم فيديوهات قديمة على القناة. رجعي كده لمدة سنة على القناة. تلاقي كل ده موجود عندكم متوسق. المهم جيت حطيته. والله العزيم اسبوع حرفية من غير ما حلفلك. بوليك رجعلي فيديوهات. هتلاقي ان الجرح ما كملش اسبوع وفعلا راح تماما. فلاكي انت تخيلي القدرة الخارقة. طبعا كله فضل الله اولا واخيرا. تمام? القدرة الخارقة اللي موجودة في الزيت الدهب ده لدرجة ان يرمم للجلد متاكل كده من بشرتك ويرجعها لك تاني. تخلي بقى لو دي كانت ندبات بسيطة او اصار حب شباب او بقع او الكلام ده. تمام? تمام. فقلت لأ ده انت امر قوي ده انا هطلع لك بفيديو مخصوص وبالفعل سعيدة هطلحت لك من سنة بفيديو. بقول له يا جماعة زيت الدهب كزا كزا وعملنا مع بعض. وبعدها حتى ان كنت انا عامل لك الفيديو بتاحت اكمل زيت الدهب لما قلت لكو دوت تشتروب كام والحاجات دي. تمام كده? تمام كده. النهار ده بقى يا غالية هعمله لك بتركيبة اقوى من التركيبة التانية اللي انا كنت عاملها لك على القناة. بطريقة كده يعني ايه? عارفة بقى ايه? بطريقة روشة بقى. هنحط شوية حاجات كده مع ذري امراضي. هنحط شوية حاجات كده اللي هو بقى تخلي ايه? فعلا يستحق كلمة الوحش بتاعتنا. اول حاجة جبتها جبت زيت ورد. طبعا كلنا عارفين ان زيت ورد زيت رقم واحد في التفتيح يعني يانهار تفتيح. عندك بقى عندك هلات عندك اي حاجة دك نبشرتك كلف كل حاجة سمرار ركبتك كوحك اي منطقة اماكن حساسة طبعا كلنا عارفين ان زيت الورد من الزيوت الرهيبة جدا في التفتيح. حلو كده? حلو كده. فطبعا ده الوحض اصلا امر. فما بالك لما نحط عليه اللي احنا هنحطه دلوقتي. هديك يا غالية. قال لام صالح سيدنا محمد هديك بدايل زي ما انت متعودة معي عشان مش عاوزك تنزل تشتري حاجة من تحت خالص. اللي انت بس هتشترهه للزعفران وهديك بدايل. تمام? مدلعيك وانا عشان ايه? عارفة ان الحلس الاقتصادية والميزانية في زمة الله. تمام? تمام. ده هنا هو زيت ورد. هاخد منه هو اصلا علبة فيها شوية صغيرين خالص في الاخر. فانا هاخدهم وهكمل عليهم بقى بقية الحاجات. يبقى انا عاوزة شوية من زيت الورد. هحط بقى كله في قلب العلبة دي. تمام? تمام. طب يا راشا برضو انا عاوزة برضو عندي عالات قوية جدا وانا عاوزة اخلص يعني انا مسلا فرح يقرب. لا انا عايزة بقى امورها بسرعة الرجل هتجوز علي. الرجل وقف على السلم. رجل فتح بابر شقة ونازل يتجوز انجزي يعني عاوزين ايه حاجة تفتيح بسرعة. طبعا مش هينفع ان احنا ما نتكلمش عن زيت اللوز المر. العلبة جبتها فادية وانسيت الازازة برا. هاخرج دلوقتي اجيبها. زيت اللوز المر. طبعا زيت اللوز المر من الزيوت الرهيبة جدا في التفتيح. وفي ازالة الكلف وفي الهالات. واتكلمنا عنه قبل كده عام فويده الرهيبة. اصلا عملت له فيديو لوحده. عام فويده في شد البشرة كده شدة مصطرة. وفي ازالة التجعيد. تمام? فبرضو هستسمر زيت اللوز المر ده. ان انا هياخد منه شوية. هروح بقى اجيب الازازة عشان شكل نسيتها. هجيب الازازة وارجع لكم. انا جيت يا اولاية. انا جيت انا جيت. انا جيت. انا جيت. انا جيت. انا جيت. لايقات بقى. لايقات عشان انا والله العظيم الفيديو ده حاجة كده امر. وانت مجرد ما تجرب بالوصفة دي والله العظيم هتدعيلي من كل قلبك. فلايقات بقى وخلينا حلوين مع بعض. ده ايه بقى? زيت اللوز المر. قلنا ان زيت اللوز المر زي ما قلت لك من شوية حاجات كده رهيبة للبشرة. هفتحه كده. بسم الله. بيه ونحاول نحط هنا كده منه شوية. بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي. انت بقى زودة نقصي براحتك خالص. عايزة تحط زيت ججوبة زي ما قلت لك حطي. انا اصلا في اول وصفة كنت عاملاها كنت عاملاها بيه. تمام? بس انا هحط حاجة تانية غير زيت الججوبة حاجة كده امر جدا. وكدت برضو تلحت لها في فيديو مخصوص اتكلم عن فوائدها الرهيبة في ترميم البشرة وفي تجديد البشرة وكانت حاجة كده كنبلة. ولترجب برضو قلت لك ان حلوة اول اثار الحروق والجروح والخياطة والكلام دوت. وهو يا غالية زيت السمسم. زيت السمسم قلت لك فوائده مزهلة جدا في ترميم البشرة. فانا هنا هو الازازة بتاعته هياخد منه شوية. قلت لك قبل كده لما تيجي تشتري زيوت اشتري ماركة كده تكون بنت ناس معروفة. ايه ماركة بنت ناس موجودة في مصر. مسلا شركة حواك حلوة قوي. شركة الكابتن حلوة قوي. ولو حد جرب شركة وحلوة اكتب لنا تحت في التعليقات نجيبها. تمام كده? نساعد بعضين. هنفتح كده. زيت السمسم هنحط منه هنا كده بسم الله. لأ 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 لأ. انت هيستقع. تمام. هنحط منه هنا كده شوية. تمام يا غالية? تمام يا غالية. يبقى احنا حطينا زيت سمسم. طب انا يا راشا بقى انا 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 كواحدة بتفرج عليك انت بتقولي لها وبفلك اختري لي بقى كده. بص بقى. يعني انت كده من الاخر عشان نلخص وقت بعد. زيت لوز لو عندك حطي. زيت ججوبة لو عندك امرين حطي. زيت سمسم لو عندك حطي. زيت الورد لو عندك حطي. عندك كله حطي. فهمت علي? طب يا راشا والله لا ده زنائد حالس وانا اصلا ما عنديش الحاجات ديها. عندك زج وزهند بقى حطي. يعني زج وزهند هيجي في الايه? في المرتبة اللي بعديه. اللي هو زج وزهند نحط. تمام? زنائد يا راشا خالص وما عنديش زج وزهند. زيت جونسون. حلو برضو ممكن تغذية استثمرية. آآ وزيت جونسون طريقته موجودة على القناة. لو انت مش عارفها. تمام? غير كده ما اقدرش اقول لك. يعني انا كده مش هقدر يعني. تمام? غير كده انا مش هقدر اقول لك. يبقى انت تحطي حبة من الزيوت دول. تحطي كوكتيل كده افضل. طب بص ممكن اقول لك على اقتراح حلوة افو ممكن تعمليك والت انا بعمله زمان ما تحقش عليك. ممكن بدل مسلا انت هيك واحد تقولك طب ما يا راشا انا فعلا عايز احط زيت السمسم وعايز احط زيت الججوبة وعايز احط زيت اللوز المور. بس انت كده دخلتيني في ميزانية الزيوت ده انا هجيب لي جبار بين خمسين جنيز يوت. ممكن تروح للراجل بتاع العطار يكون بقى محل لهم ديف كده سيكة مش من محل كده اي كلام فيديك حاجة بايزة. قولي له انا عاوز ازازة مسلا قد حجم الازازة دي كوكتيل كده ما بين زيت اللوز المور يعمل حج وما بين زيت الججوبة وما بين زيت السمسم وما بين زيت الورد. فهو يدهلك كده ازازة بالحجم ده مسلا بخمستاشر جنيه ولا بعشرين جنيه هيبقى اشطة جدا. تفهمت عليها بس يتأكد ان هي اصلي ما ايه ما يملحكيش من جوة زيت تموين ويقول لك خدي اموري ماشي? تمام. هنعمل ايه بقى بعد كده? هنفتح الازازة بتاعة العلبة بتاعة الزحفران اللي احنا قلنا عليها دي. بص يا غليل. من جوة بيبقى شكله كده. تمام? هناخد منه وعايز اقول لك في الليلة دي هم حبة نون وخالص مش زي ما انت متخيلة يعني. بسم الله. لا ما توقعش يعني انت لي بتوقع? بسم الله. بص كده يا غالية. ممكن حبة زي دول كده. اهم. انزل 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 انزل. ونحط حبة كمان. ايز اقول لك ان الحبة دول اصلا هيسبه الهويل. يعني انا لما كنت مشترياة كان يعني كم شعرة بس كده. واتيكوا شفتوا الازازة ساعتها نغطي عليه. لقيت افل يا نص انا مش هنفع سيبك مفتوط والله. الحاجة بتيجي معي وقت التصوير بتغلس. تمام كده? تمام. ناخد الشوائرات دي. نقفل بقى العلبة. لسه هنحط حاجات تانية بس اتقالوا علي. انا قلتلك هخليها لك ليفل الوحش. اللي هو انت بقى ايه كده? يعني ايه? خلاص بقى. اه يا راشا يعني دلوقتي في التعليقات. راشا صابونة ليفل الوحش. راشا برسيل الوحش. راشا بانش ليفل الوحش وهكزا. ده برضو كده تفتح تجاعد اي حاجة اصار جروح اي حاجة. خلاص بقى دي كده تبقى الوصفة المحتمدة بتاعتنا. هنرجو قوي جدا قوي جدا. تمام? تمام. هو احنا هنستخدمه امتى يا راشا? مش لسه هخط حاجات تانية هتقالي عليها. مش قبل خمستاشر يوم. مش قبل خمستاشر يوم. هتاخدد دي كده. وتلف هالي في اي ورق فويل مثلا عندك. او ما فيش ورق فويل زنائة الدينة بديل. اه شرب جوزك الاصمر الامر اللي في الدرج ده. طلعيه. وخط العلبة دي فيه وربطيه وخبيه. تتخبى في مكان ظلمة. لمدة خمستاشر يوم. ما تفتحيش عليها قبل كده. انا عارفة ان الفضول هيجننك وان هي طحفة يعني وكده. انا شخصيا لما باجي بعمله تلاقيني قاعدة كده. يلا يلا. وافتح وحطي كده برضه. فهتحطها لي كده في مكان مظلم كده تخبيها. لمدة اربحتاشر يوم. تمام? تمام. مفترض بقى بعد اربحتاشر يوم فتحت العسل ده. تعملي ايه? هتروح دايا كده. بفرض ان شفت يا بنتي الزمن بعدي بسرعة. اربحتاشر يوم عدوا في ثانية. الحياة ما بقتش مبروكة يا بنتي. بعد اربحتاشر يوم بقى يا ولاد لما احنا رجعنا لبعضينا. هتروح دايا كده زي الامورة. بسم الله. والجي بيلي كابسولة من كابسولات فيتامين اي. اللي هو فيتامين اهو هتطلق هنا عشان تشوفيها. كابسولة من كابسولات فيتامين اي. الشريط بتسعى اجنيه. معرفش هو النبي زاكان غلي دلوقتي ولا لأ بقت كل حاج غليت. معرفش وصل لكن ما بتسعى يعني اظن ما غلهوش. الشريط بتسعى اللي هو تركيز ربعمية او خمس ومية ده. والله هو تركيز الف الشريط بتمنتاشر. اه نحط واحدة واحدة ده انت امر قوي. حطي حبة. حطي خمسة حطي ستة حطي زي ما انت عاوزة. طبعا فيتامين اي من الحاجات الرهيبة جدا زي ما اتكلمنا قبل كده لتجديد البشرة بيشيل الهالات كده. وش عارفة لو انت عندي هالات ايه? بيشيل هالك في ثانية. وترميم للبشرة وحاجة كده. هتفتحيلي بقى انت يا حبيبتي حبة كده. بس الكلام ده امتى? بعد خمستاشر يوم. فانا برضو هفتحها. بس انا متحكش عليكو يعني. ودي حاجة وحشة مش حاجة حلوة. ده بالذات لما بعمله والله العظيم يا بنتي ما بقدر استنى عليه اطلاقا. خالص. الوقت لقيني كده مسلا انا يومين وافتح وحط بقى. ما هو الباقي هيعتق. الباقي هيعتق مع نفسه. تمام? بعد ما نخلص بنعمل ايب دي? يلا مين مذاكر كده وشاطر. بنعمل ايب دي بعد ما بنخلصها ونفضيها. يلا جاوبوني بقى اشوف مين فيكو امر كده وشاطر. وتروح مغطية. ده بعد خمستاشر يوم ما تحطيش من دلوقتي. بعد خمستاشر يوم حطي حبة يعني. وتتجيله الرجة كده. تمام? هتلاقي بقى لونه كده زي قلب معاكله لون الاحمر. اللي وطع الزحفران ده هتلاقي ده زي لونه زي احمر كده بسيط او زي الدكي لون كده برتقاني بسيط. يعني هتلاقي لونه وغير. فهمت عليا ده اللي انا عايز اوصله لك. تمام كده? تمام كده. بتستخدم ازاي بقى? بص يا حبيبتي. قلت لك تسعين في المية من حاجات الشعر اللي انت بتستخدميها وبتكون كفائتها تحفة. يعني انا مسلا دلوقتي بقول لك ده كريم ده مسلا كريم رجل القطة دايب انت امر جدا. تمام? ده حلو جدا للشعر ورهيب. فانت جبتي اتنين كريم رجل قطة. واحد ليكي واحد لاختك اللي سكنة معيكي في نفس تلك الشقة. تمام? انت حتطيه على شعرك اداكي نتيجة عادي يعني ممالقي اللي رشا فيه ده مش مش الواوي يعني. اختي تجربته رهيب وتوحفة وبصي شعري بقى امر وطري وجميل. ليه بقى? هي مسلا قد تكون قبل ما بتستخدمه يا غالية بتنظف شعرها. فبالتالي مفيش بقايا فيزلين فبالتالي مفيش مسلا بقايا زيود. فحبة الكريم اللي هتحطوهم على شعر. رسيلات الشعر هيتشربوهم كده. فبالتالي هيجيب نتيجة. انتي اللي خطيتي نفس الكريم. لأ شعري في بقايا فيزلين وفي بقايا كريمات ومش نظيف اصلا بلي متسانة ما سرحتوش ولا غسلته. فبالتالي مش هيتشرب من الكريم. نفس الموضوع بالملي للبشرة. ما يبقاش واحدة بشرتها لسه جاية من تحت فيها بقايا ميكياج ما غسلتش وشي كويس. طول النهار تحت فطراب. بشرت كلها كده مش لطيفة. وارح التواول ايه ده يعني ما جابش نتيجة زي ما راشا قيلت. لأ. نظفي البشرة على قد ما تقدري. تدخلي كده باي غسول بشرة عندك او باي صابونة يا غالية. عندك صابون جلسرين حطي. عاملين هنا غسول امر جدا بالكولاجين كده يا ريتك لو تعمليه رهيب جدا للبشرة لو عايزة طريقته اكتبيلي تحت في التعليقات. المهم اغسليه للبشرة باي حاجة عندك يعني. تمام? نضفتيها وبقت امورة كده بشوية مية دفين تفتحيلي كده المسام العسل دي. هاتيلي قطنة فيها شوية مية ورد. ومشيها لي كده سريعا سريعا على وشك كله كده تفتحيلي البشرة. بقت امورة. هدي بوسر. انت كده امورة امورة. تروح واخدالي بقى الزد ده. ما تصفهوش. عشان ما تهضرهوش. يعني هتصفي وتعمليه افلام وتقول اشيري الشعيرات دي منه. هتهضريه لنص الازازة. فحضرتك هتروح بقى ايه? بصي شكله بعد ما عملنا. الشعيرات ايه? زي ماشية فيه كده. تمام? هتقدي كده بقى. تحطي مسلا شوية كده في الغطى. انا عايز اعلمك الطريقة. بصي. بسم الله الرحمن الرحيم. كده مسلا. حابة قدي دول كده. تمام? بقطنة او بايدك يا ست كده. وتروح بقى ماشية تحت عينك. فوق عينك على الهلات. على خدك كده. على مسلا تحت الابط في كلف اوكي. ايدك من برا. كوعك كده. تزبطي لي نفسك. تمام? تمام. وبعد كده تغطيلي على العلبة. وترجعيها مكانها دانية. بستخدمه يا رشق ايه? استخدميها حبيبة قلبي كل يوم مرة. ما فيش مشكلة. بشرتك ضايع خالص وعايزة تنجزي. وزي ما قلنا الرجل واقف على السلم. فحضرتك بسرعة قبل ما يتجوز عليك. استخدميه مرتين في اليوم. سدقيني والله العظيم يا بنتي نتيجة روعة فوق الوصف. لو حد تعرفيه بالله عليك عنده حروق. بيبقى في ناس كتير يعني محروقة او ناس عندها خيطة في جسمها او جسمها كزا. بالله عليك اخودي ده كده قوبي او اخودي ده يعني اعملوله شير للفيديو دوت. وابعته له. اي حد بتحبيه اخواتك قريبك بليز. يعني انت عارفة ان انا ايه يوم ما بقولك ابعتي حاجة الحد ده بيبقى فعلا فيديو. لا اللي هو يعني يوم ما هتبعتيه هيدعيلك. تبعتيه لكل الناس الا مين? انا كنت عيلة واحدة قلتلي لا يا رشاد للتلاتة. للتلاتة اللي انت عارفاهم اللي بالي بالك. ماشي? نبعت لكل الناس اللي بنحبها الا تلاتة. طبعا انت كلكم عارفينهم صح? ولا مش عارفاهم? وتروح يا الف بقى زي مرتلك كده تستخدميها. والله يا العزيم يا بنتي حرفيا النتيجة فوق الروا. ولا تهلكي نفسك في سيرم ايه? ولا تهلكي نفسك في كريم ايه? ولا الكلام ده كله? حاجة سبحانه هي كنز موجود حرفيا وللأسف ناس كتير ما تعرفوش. جرب الوصفة الامر دي ولو طولت عليك يا قلبي حقك عليها بس فعلا كل كلمة قلتها فجوم. ولما تجرب الفيديو ده. لا ده ده مش ليفل الوحش. ده الوحش اللي ده نفسه. اتمنى اكون ايه ده التفتكم يا امراتي? بتنسيش اللايك بالله عليكي لو عايز ايه وصفات تانية اكتبي لي تحت في التعليقات ابعت هالك. عايز اقولك ان زيت الدهب ده ما نزلش قبل كده بنفس الطريقة اللي انا بقول هالك دي على اليوتيوب. فبجد حاجة حصري حاجة تحفة جدا. يعني حاجة كده من الاخر وصوي. اتمنى بجربيه. اختمي الفيديو يا نور عناية بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.